آية الكرسي حصن حصين فتعد آية الكرسي حافظا لقارئها على نفسه وأولاده ومانعا من كل شيطان رجيم إذا قرأها الإنسان حين يأوي إلى فراشه أو أثناء الليل أو النهار أو في دبر كل صلاة فعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله ورسوله أعلم قال يا أبا المنذر إن آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم يقصد آية الكرسي هي أعظم